قررت وزارة الأوقاف المصرية حظر تشغيل مكبرات الصوت في صلوات التراويح خلال شهر رمضان المقبل وذلك منعا للشوشرة بحسب تعبير أحد مسؤوليها مما سببت جدلا وغضبا شعبيا ودافع وكيل وزارة الأوقاف جابر طايع عن قرار وزارته بوقف استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد أثناء صلاة التراويح خلال شهر رمضان قائلا إنه إجراء تنظيمي بحت وتعليقا على منع مكبرات الصوت بالمساجد خلال صلاة التراويح قال دارو ألفتا إن الفقهاء نصوا على أنه يشرع للإمام أي يجهر بتكبيرات الإحرام والانتقال بين أركان الصلاة ليسمع المأمومين حتى يتسنى لهم متابعة حركاته والإتمام به ومقتضى هذا أنه لا يشرع له ما زاد على ذلك وأثار القرار جدلا بين أعضاء لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب الذين اختلفوا حول القرار فمنهم من رآه مناسبا حتى لا يتضرر أحد من مكبرات الصوت ومنهم من رفض ورآه من المظاهر الدينية للشهر الكريم